اشتركوا في القناة جيش الاحتلال الاسرائيلي بعشرات الاليات والعربات العسكرية وسط غطاء جوي نفذ على الاقل غارة جوية ادت لاستشهاد ثلاثة شبان امس في المناطق الشمالية من مدينة تولكرم كما ادى لاستشهاد شاب وفتاة فلسطينية داخل مخيم تولكرم حجم التدمير كبير وهائل طالى معظم حارات المخيم غالبية المنازل داهمها جيش الاحتلال الاسرائيلي دمر مقتنياتها استخدم مواطنين كدروع بشرية هذا ما استطلعناهم من خلال اللقاءات التي اجريناها داخل المخيم يقول المواطنون الفلسطينيون بان جيش الاحتلال الاسرائيلي اجبرهم على اقتحام بعض المنازل في اطار تأمين دخول القوات الراجلة واعتدى على النساء بالضرب داخل هذه المنازل هناك سرقات لمبالغ مالية لمصاغ دهبي داخل هذه المنازل التي نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه عمليات المداهمة جيش الاحتلال الاسرائيلي انسحب بشكل كامل في هذه اللحظات لكن الجهد الاستخباراتي في الاجواء لا زال مع استمرار تحليق طائرات الاستطلاع في هذه اللحظات للتو بدأت الطواقم بالعمل على ازالة المخلفات هذا الاقتحام ولربما ينضم الينا مهند مطر مدير العلاقات العامة في بلدية تولكرم مع دخول اللجان المختصة الى المخيم مهند الحمد لله على السلام فعليا منشوف معدات كثير شو الخطوة الاولى الان في اعقاب الانسحاب اولا يعني الحمد لله على سلامت الجميع رحمل الشهداء الحرية لأسر الحرية يعني كما يشاهد الجميع بالبداية تكون مهند لنعقب على هذه الصور قبل ان نستكمل الان بدأت فرق من جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بادخال مساعدات عينية طارئة للعائلات والأسر هذه صور مباشرة عبر الغد لادخال كميات من الادوية من الخبز وكذلك ايضا كميات من المياه نعم غير كافية لان الاحتياج كبير كل شبكة المياه داخل المقيم دمرها جيش الاحتلال هذه القافلة التابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني تدخل الان في اعقاب انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي كان هناك محاولات مستمرة خلال الايام الثلاث الماضية لكن قوبلت بالرفض من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ومنع عملية تنسيق دخول هذه المساعدات العينية نعود الى مهند مطر مدير العلاقات العامة في بلدية تول كرم كنا نتحدث عن الخطوة الاولى مهند خطوة الاولى هي كالعادة تعودنا على هذا الاحتلال الغاسم بعد كل اكتحام وعقب انسحاب كوات الاحتلال تكون طواقمنا وآلياتنا بفتح الطرق وإزالة الركام تمهيدا للطواقم الفنية وطواقم الطوارك الأحمر وكافة الطواقم الفنية للبدع بحصر الأضرار والمباشرة بأعمال الصيانة المخيمة الكرب حجم الضمار كما شاهدتم جميعا حجم الضمار كبير جدا تم تدمير شبكات المياه شبكات كهرباء الاتصال شبكات الصرف الصحي كلها مدمرة داخل المخيم أحياء بالكامل تم تدميرها عشرات المنازل هدمت وحركت داخل المخيم الآن احنا في تمهيد لمرحلة بدء بمرحلة الإغاثة السماح للطواقم بإنزال المياه المياه مقطوعة منذ أيام منذ ما قبل هذا الاكتحام والمياه مقطوعة وكنا نعمل على إصلاحها وقام الاحتلال وعاد الاكتحام وكانت طواقمنا داخل المخيم وبالكاد خرضنا من المخيم خلال هذا الاكتحام ولكن يعني الحجم الضمار كبير نتمنى من الجميع التكاتف التعاضد لنجدة أهلنا في مخيم طول كرم شكرا جزيلا لك مهند مطر رئيس لجنة خدمات مخيم طول كرم ونائب المحافظ السيد فيصل سلامة الحمد لله على السلامة تقديرات الأولية حول هذا الاكتحام هذا العدوان الذي اجتهدف مخيم طول كرم ومدينة الكرم لثلاثة أيام متواصلة هذا العدوان ما زال مستمر نقول لابناء شعبنا في مخيم طول كرم الحمد لله على السلام لكن ما زالت الأنطال تتجه نحو الاحتلال الاحتلال انسحب لعدة ساعات ولا ندري كيف يبدأ وكيف ينتهي واحتمال بأي لحظة أن يعود إلى المخيم هذا هو المخيم كما تشاهدون حالة من الضمار والكوارث ارتكبت جرائم مجازر تفجير بيوت حرق بيوت عشرات البيوت تفجروها وعشرات البيوت تم حركها حاليا كمنا بالتنسيق مع الهلال بتعليمات من المحافظ إلى الدفاع المدني إلى الأشغال العام إلى برية الكرم بالتدخل السريع فورا وخاص الهلال بتوزيع الخبز والماء والحليب للأطفال والفوط لأنه أهم احتياج خلال الثلاث أيام كان مناشدات من المخيم أن نقوم بإدخال هذه المواد التومينية وأيضا هناك نقص بالدواء للأمراض المزمنة هناك كمان نقص بالمواد التومينية ها هي وشباب المخيم المخيم يمسحون بعد حصار ومشدد وطوق أمني وتجويع وتعطيش وما زال المخيم بدون مياه وكهرباء واتصالات حتى هذه اللحظة لكن نحن نعود بشكل سريع لإدخال ما نستطيع إدخاله للمخيم في ظل هذه الكوارث ها هي البيوت المحروكة والمدمرة والمفجرة شوارعنا بيوتنا لا نستطيع الحركة كمان في المخيم ناتج عن عدوان شامل لكل مجرات بالنسبة للمنازل التي دمرت وحقيقة اندخلنا إلى حارة الشهداء قبل قليل الغانم السوالمة هناك ضمار غير مسبوق طال المنازل خطط المعالجة الطارئة في إطار هذا العدوان نحن نكون بالتدخل السريع فورا مع كل مؤسسات الشريكة لعادة الحياة الطبيعية نوعا ما بتسليك الترق المرورية بعودة المياه وصعب حاليا نتحدث صعب جدا عودة المياه بدها أسابيع عودة الكهرباء عودة الاتصالات كمان صعب لكن هذا التدخل السريع بتخفيف المعاناة نوعا ما عن سكان المخيم لكن ما زال هناك معيقات المعيقات التي يقوم فيها الاحتلال ناتج عن تدمير وتخريب حجم الضمار كبير جدا لا نستطيع من أسابيع الخروج من المخيم هل هناك أرقام تقريبية إذا ما راكمنا على الاكتحامات السابقة هل هناك أرقام تقديرية في هذه اللعبة خلال هذه الثلاث أيام أتحدث عن عشرين بيت تم تفجيرهم عن عشرين بيت تم حركهم عدا عن الأضرار اللي أنا بحكي عنه ما يقارب المئات البيوت والمحالة التجارية أضرار بشكل كما شاهدت يعني الأرقام التقديرية تفوق المئة بيت بشكل تدمير كلي والجزئية تتحدث عن آلاف والشوارع والمحلات تتحدث عن حجم كبير جدا أنا إذا بدي أوصف المخيم المخيم كل حالة ضمار منتكاملة لا بيت لا محل تجارية لا شوارع فالأضرار التي لحكت في المخيم تفوق الملايين الدولارات شكرا جزيلا لك لربما ينضم إلي أيضا على عجالة في هذه النافذة عبر كاميرا الغدامين سر حركة فتح في تول كرم إياد الجراد سيد إياد عدوان يتله آخر في مخيم تول كرم في المدينة وأربع مرات متتالية خلال الثلاثة أيام في مخيم نور شمس ما المراد إسرائيليا وما هو المطلوب فلسطينيا يعني ولاش الأحداث التي تحصل بقطع غزة ليس منأة عن الضفة الغربي التي تصور في تطهير عركة وإبادة جمعية بشكل جدي وحقيقي وخاصة في القضايا النواحي الإنسانية ومنها قضايا الأطباء والمدارس والنازحين والصحفيين اللي مش معفين أخي خالد أنه احنا شفنا كمان احنا على البث المباشر أكتر مرة أنه انت ربنا سلمكم وكان فيه مستقصدين ومتعمدين أنه ما يكون فيه نكل صورة حقيقية جدا للأهراب المنظم لهذا الجيش المجنون اللي بحاول ينتقل من الشعب الفلسطيني وشفنا احنا الاجتياحات الأكثر من سبعة وثلاثين اجتياح لمحافظة توركين وخاصة مخيم توركين مخيم نور شمس وكل المدينة والضواحي غير حدا معفي يعني إن كان من عقابة وقفين وزيتة وعتيل وكتابة وعنبتة واجبارة وشوف وكل المناطق في محافظة توركين هي استهداف حقيقية وجد لأنه احنا أولا نقعد على حدود السبعة وستين وهذا مهم جدا أنه هناك فيه يبدو فيه مشروع ممنهج بشكل مقصود هذا المجنون سمترش الرهابي الأول اللي في العالم يجب أنه يعني يكون فيه كلمة فصل للعالم إلى فيه عالم يعني محق للشعب الفلسطيني أنه يوقف على حقوقه خاصة نحن نشوفهم وقفين مع أوكرانيا وقفين مع كل منظومة الخاصة اللي في الغرب يجب أن يكون فيه موقف جدي وحقق الدولي إن كان فيه هناك حقوق إنسان ولكن الأحداث اللي بتحصل يعني في مخيم توركنيم غير مسبوكة كان فيه شهداء صحيح وإصابات وكان فيه يعني تحقيقات ميدانية وإصابات عديدة جدا منعوا يعني الإطفاء يعني دخول المخيم وحرك البيوت على ساكنيها وكثير العديد من يعني النداءات اللي حاولنا نحن ننقض ناس الكبار السن والأطفال والنساء وحتى الأخت اللي اتوفت مهنة أب جموس يعني لحد الفترة الأخرانية احنا نتأخذناها بعد سحب الجيش كل الأحداث اللي احنا شوفنا الإسعاب تفتيشه ومدايكة الصحفيين ومدايكة كل يعني أهلين حتى لناس فلسطين مطلوب أنه يكون فيه وحدة وطنية حقيقية وجدية وكون احنا كمان كان فيه يعني اتصال مع سيادة الرئيس والحكومة وحركة فتح في المرجعيات التنظيمية أخونا بجهد العلول أنه يكون فيه تسليط الضوء على محافظة طور كريم لأنها منقوبة وفعلا يعني المحافظة هذه أصبحت منقوبة واستهدافها بشكل مباشر وجد من حكومة نتنياو سومترش بحيث أن الوضع الاقتصادي والتجاري وكل النواحي الخطرة اللي بحاول أمهم يمسوا فيها فعلا بشبكة الكروة والمياه والطرقات وليس هي قضية أنه تحصيل حاصل ولكن هي قضايا أخطر من هيك بذكرك إياد الجراد أبو الصامد يعطيك العافية شايف سهريج ماء قاعد بتناكل فيه بطريقة يدوية شو الوضع جوه إحنا أخوتنا في المخيم صلهم ثلاثة أيام ولا نقطة ماء عندهم إحنا يعني شو الله أعطانا نكذرنا بلنا نكدم أي إيش للمخيم ويا ريت الكل اللي عنده جرفات اللي عنده مواجر ياريت توقفوا مع المخيم كل المخيم ضمر كل الضور اتحرقت الشوارع طلع يعني يعني فيش إيش ضايل بالمخيم يعني هذي فزع اليوم لأهل المخيم أكيد إحنا بناء المخيم أنا ابن المخيم أنا ابن حرط المدارس أكيد بدي أوقف مع أخواني وأهلي كلهم أكيد رح نوقف مع المخيم ويا ريت الكل يوقف مع المخيم ويا ريت كيادتنا لحد الآن ولا تصريح من كيادتنا ليش ليش ولا واحد طلع من القيادات حج عن المخيم المخيم أصل الحكاية كل ياته المخيم ويروح المخيم راح الوطن كل ياته شكرا جزيلا لك إذن كما نشاهد عبر جهود داتية بدأ مواطنون بتلبية الفزع ونداءات الاستغاثة هذه الطريقة الوحيدة لإدخال كميات من المياه لمحاولة سد العجز الكبير في احتياج المياه غداء الأدوية حليب الأطفال كل المعونات التي يريدها المواطنون الفلسطينيون هنا داخل المخيم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن العودة قد تبدو قريبة سيما ما حدث بعد الانسحاب لأعملية المخيمات الصيفية بعد عشرة أيام عاود جيش الاحتلال وشهدنا ما شهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة طوباص على عجالة هناك خبوط لطيران مروحي للمرة الثانية في منطقة كشدة وهي إلى الأطراف الجنوبية من مدينة طوباص هناك بدأت الطائرات بنقل عدد من القوات الراجلة قد تكون مؤشرات لبوادر انسحاب لكن يمكن التأكيد أن العملية لا تزال مستمرة في مدينة طوباص وكذلك أيضا في بلدة طمون أعداد الشهداء ارتفعت منذ السابع من أكتوبر إلى سبعمائة وثلاثة شهداء ضمن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلق عليها المخيمات الصيفية إلى 51 فلسطينيا استشهدوا غالبيتهم بعمليات إطلاق نار وتنفيذ غارات من الجو أشكرك شكرا جزيلا لك خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من مخيم نور شمس شرقي طول كرن شكرا لك خالد شكرا لك شكرا